رئيس الحكومة سيد سعد الدين العثماني يؤكد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن قرر الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه إنجاز تاريخي هام ومنعطف إيجابي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة تم من خلالهما إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها كما تمنا أعضاء الحكومة المواقف التابتة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية وعزم المملكة مواصلة جهودها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية خلال هذا الاجتماع أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أن إعادة تفعيل الآليات التي يتوفر عليها المغرب لدعم القضية الفلسطينية سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط كل هذه العناصر دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الآليات التي تتوفر عليها من أجل دعم القضية الفلسطينية والتي أثبتت نجاعتها سابقا وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط المجلس اطلع على اتفاق بين الحكومتين المغربية والفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية بفرنسا الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020 بموجب هذا الاتفاق يجوز تنظيم تعليم دولي للغات الأجنبية يتعلق باللغة العربية بمدارس التعليم العمومي بفرنسا وذلك بشراكة مع حكومة المملكة المغربية على أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية المجلس صدق أيضا على مشروع مرسومين يتعلق الأول بأحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية ترجمة نانسي قنقر